أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من هنا من جدة حيث بدأ توافد القادة العرب المشاركين في عمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين المقررة في جدة غدا فيما تتواصل اليوم الاجتماعات التحضرية للقمة على مستوى الوزراء ويناقش الوزراء أهم القضايا التي سيطرحها القادة في القمة المقررة يوم غد الجمعة وللمزيدنا المتابع ينظم لنا الآن من جدة مراسلنا علي الشريف علي أهلا بك معنا نتابع معك الأجوال استعدادات وماذا على جندة اليوم مع بدء وصول القادة على مستوى القمة أو القادة من سيشاركون في هذه القمة يوم غد نعم داليا بالفعل على جدوى الأعمال هذا اليوم من القمة العربية ربما الأبرز من بينه بدء توافد القادة للمشاركة في القمة الثانية والثلاثين كان أول الواصلين لهذه القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة أيضا ربما حسب ما يدور في الأوساط الصحفية وأجندة وما سيكون على طاولة القادة يوم غد هو من بين هذه الملفات الملف السوداني بشقي سواء الإنساني أو السياسي وهو يعتبر كملف ضاغط ومستعجل طرأ في هذه القمة من ضمن أيضا الملفات القضية الفلسطينية والتداعيات الأخيرة التي حدثت في هذا الملف بالإضافة أيضا إلى الأمن البيئي والعمل العربي المشترك وكذلك قضايا محاربة الإرهاب أيضا من ضمن هذه الملفات الملف اليمني ربما يعني هو من هذه المستودة أو من هذه التسريبات التي ظهرت هي أبرز ما سيتم بحثه ومداولته يوم غد في القمة الشارع العربي يتطلع لقرارات مصيرية في هذا الجانب أيضا ملف الجانب التنموي والجانب العمل العربي المشترك هو أبرز ما يدور في هواجس الصحفيين هنا في المؤتمر الصحفي وأيضا هو ما يدور في خلدهم بتطلعات كبيرة بأمل كبير بتفاعل كبير ربما يعني شهدنا يوم أمس بعض الاجتماعات الجانبية بين وزراء الخارجية وأيضا الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة متوقع في خلال الساعات القادمة توافد عدد من رؤساء الدول للمشاركة في هذه القمة نعم داليا